اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان دايما بيجينا سؤال هام جدا انا مصري وعايش في احدى الدول العربية او الاوروبية ونجحت نجاح كبير جدا وحلمي ان انا استثمر في بلدي اجي ولا مجيش ايضا السؤال يأتينا من بعض المستثمرين في الدول العربية احنا بنتحرك واخدين قرار ان احنا لازم نستثمر خارج حدود بلدنا هل نأتي الى مصر ام لا نأتي الاجابة وبشكل قاطع استثمره في مصر مصر النهاردة عندها مجموعة من الحوافز الهامة جدا اللي اقرتها الدولة لجذب الاستثمار يكفي ان هناك اعفاءات ضريبية تصل الى عشر سنوات للمشروعات الكبرى وايضا في حالة بدء تنفيذ المشروع ممكن تسترد خمسين في المية من قيمة الارض في حالة انتهاء انشاءات المشروع في اقل من 18 شهر كمان الدولة تتوسع في منح اصحاب المشروعات الرخص الزهبية يعني حضرتك تقدر تعمل اللي انت عايزه طالما في اطار القانون كمان عندنا اتفاقيات تجارة حرة مع كل دول العالم تقريبا سواء دول عربية او افريقية او اوروبية او حتى مع امريكا اذا مصر هي دولة الفرص الوعدة احنا دولة جاهزة للاستثمار الجاد وبنقدم ليه كل الحوافز والامتيازات اللي تشجعوا على الاستمرار والنجاح معروف ان رأس المال جبان ولكن في مصر الاستثمار امن ومضمون وتقدر تغطي احتياجات السوق المحلي اللي فيه 105 مليون قوة شرائية وايضا تقدر تصدر من مصر لكل اسواق العالم خليكم معنا عشان نشوف فقراتنا النهاردة في برنامج الجدعان تشاهدون في حلقة اليوم فريق الجدعان يزور مصنع MCV المصري الرائد في تصنيع الاوتوبيسات العملاقة والذي اسسه المهندس العبقري كاريم غبور في منطقة الصالحية كصرح مصري متخصص في تصنيع الاوتوبيسات باحدث تكنولوجيا في العالم ونجح في تصدير الاوتوبيس المصري الى مختلف دول العالم وخاصة انجلترا حيث يصنع اوتوبيس لندن الشهير الى جانب تصنيع اوتوبيسات شركة فولفو العالمية فريق الجدعان يشهد احتفال مجموعة ارتستيكو لتصميم وتصنيع الاساس المكتبي بالشراكة مع مجموعة سيكوال فرنسية العملاقة المتخصصة في حلول الاساس المكتبي والمقاعد والكنب المصنعة بتكنولوجيا الفوم المحقون وذلك لتصنيع منتجاتها لاول مرة في مصر بعد نجاح مصانع ارتستيكو التي اسسها المهندس سامح ذكري سنة 2003 في تقديم منتجات عاليات الجودة من الاساس المكتبي المصري